جمال طبيعة خلاب نباتات نادرة وتاريخ متنوع منذ ميلاد الحضارات ومجتمع حافظ على هذه المزات التي اتسمت بها سقطرة وخلقت لها أصدقاء من كل أنحاء العالم تجمعوا في تضامن موحد للدفاع عن تراث بيي مهدد في رابطة أسموها مجموعة أصدقاء سقطرة والتي تهدف إلى دعم سكان اليزيرة للحفاظ على تراثها الحيوي المجموعة العالمية التي تأسست في 2001 ومقرها بريطانيا تنوي القيام بحملة دولية لرفع مستوى الواعي بالتراث الطبيعي والثقافي للأرخبيل وفق وكالة السبع الرسمية فإن هذه الحملة ستنظم بالتنسيق مع منظمة اليونسكو والتعاون مع وزارة المياه والبيئة بهدف إبقاء الجزيرة في قائمة التراث العالمي الحملة العالمية التي ستبدأ الأيام القادمة وستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل ستنفذ في مختلف متاحف العالم والحدائق النباتية والمعاهد الأكاديمية كما ستقام فعاليات في معارض التاريخ الطبيعي بهدف زيادة الوعي العالمي بالتنوع الحيوي في الأرخبيل والتعريف بمجتمع سقطرة الذي حافظ على هذا التراث الحيوي النادر كانت سقطرة قد شهدت خلال السنوات الماضية اهتماما دوليا كبيرا بها حيث أدرقتها منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي في 2008 وشهدت البحرين في أكتوبر 2018 مؤتمرا دوليا خاصا للتعريف بها يعود تاريخ حياة سقطرة البري إلى ألف سنة قبل الميلاد وتنفرد بتنوع النادر من الأشجار والطيور فضلا عن موقعها كنقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب وهو ما جعلها محل أطماع الكثير من الدول الأجنبية بدءا بالبرتغال والرومان ومرورا بالإنجليز وانتهاءا بالإمارات